اليوم يوم راح ندفع فيه فلوس كثيرة وراح ننظف متجر فريفوير من الأشياء اللي موجودة فيه فأي شي راح أشوفه قدامه ويعجبني راح أشتريه لبعض الأشياء الثمينة اللي حاطناه في بالي اليوم ولازم أحاول أجيبها وراح نجيب اسكن السلاح الرهيب هذا جداً اللي قدامكم وأيضاً حزمة المحترفين الحزمة الرهيبة والأسطورية هذي بعد راح نجيبها في هذه الحلقة فلا أضغف زر اللايك جماعة واشتركوا معنا في القناة وأيضاً فعلوا زر التنبيهات توقع على الشيء اللي قاعد سويها تستاهل الدعم الكبير فيا صاحبي يلا زر اللايك ونشتراك عشان نوصل بعد الواحد وعشرين مليون مشترك في أسرع وقت فيلا يا حبابة خلنا نبتدي مع بعض على طول مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم وراح نبتديها أتوقع أول شيء بأن نحنا نجيب السلاح الرهيب والمجنون هذا فطبعاً أول خطوة لازم أسويها لازم أختار أشياء احنا نحس أن نحنا ما راح نحتاجهم فأتوقع أن راح أختار الصندوقين هذي لما راح تاجهم إن شاء الله نوافق على طول وراح نحاول الحين أن نجيب إن شاء الله الأشياء طبعاً أيضاً موس هذا راح يكون فيه عندنا شوفوا الاسكن هذا الرهيب اسكن رهيب جداً أتوقع نقدر أن نحنا نجمع إن شاء الله ونجيبه اليوم فحين أول شيء راح نسوي راح نبدلي أن نحنا نلف بتسع جوهرات بسم الله الرحمن الرحيم خلنا نشوف مع بعض وش أول شيء راح نقدر أن نحنا نفتحه أوكي فتحنا هذا الشيء دقيقة خلنا نشوفه معاكم يخوان فتحنا هذا الشيء أوه ماي جال شنو هذا غريب وهذا توقع جناح بعد جناح أسطوري يخوان وهذا توقع اللي هو البوكس حق الناس اللي توقع يودعون راح يكون بعد بوكس خطير ورهيب المهم اللفة اللي بعدها راح تكون بتسعة وأربعين جوهرة يلا خلنا نشوف طلع لنا صندوق الصندوق قلنا لكم مو جداً مهم بالنسبة لي أنا أبي الأشياء الثانية فيلا خلنا نروح بـ 49 أتوقع بسم الله أيضاً سكن خلنا نقول للسنايبر وبعد بعض الأسلحة أوكي مو مهم اللي بقى عليه يلا يلا أبي الأشياء القوية أنا راح يكون في الغالب سكن السلاح يب يا جماعة بس طبعاً سكن السلاح العادي ما أقصد سلاح ذاك فطلع معاننا بعد وطبعاً كلهم مؤقتين ثلاث أيام 48 ساعة وغيرها خلهم على جن مو مهم بالنسبة لي الحين راح يكون في الغالب هو البوكس اللي مو يب طلعوا لنا البوكس هذا شي مو مهم بعد ما خلصنا من هذيلة الحين يبتدي معاننا الجد لأن الحين تقريباً راح يكون عندنا ثلاث أهم أشياء لسكن اللي حنبيه حق السلاح وأيضاً حق البوكس وبعد الأجنحة فالغالب يطلعنا الأجنحة بس خلنا نشوف مع بعض بسم الله لا والله طلع معاننا يا جماعة البوكس وشكله يا الله والله شي يا جماعة مجنون من الآخر انزين عدنا حين شيئين راح ندفع 399 جوهرة بسم الله الرحمن الرحيم فتحنا على طول وطلع لنا الجناح أيضاً الجناح صراحةً جميل بالزيارة يا أخوان شرايكم والله جناح رهيب كتبوا لي تحت خلنا حين نحاول نحن نفتح آخر شيء طبعاً دفعنا مبلغ جداً كبير ورسمياً فتحنا اسكن السلاح نفسه لو حابين نحن استعملها راح نجلنا استعملها طبعاً راح يزيد لنا الدمج راح يزيد لنا أكيد الريتوفاير لكن راح يقلل عدد الرصاصات اللي موجودة وأيضاً يبدينا نحن نسوي له أبغريد لو حابين نحن نسوي الأبغريد طبعاً هو لفل واحد يبدينا نحن المفروض نسوي لفلات أعلى لكن اللي احتاج أننا حول فلوس فحولت حيني شوية فلوس شان نحن نطور السلاح نفسه ونقدر تالي نحن نستعملها لو حابين نحن نستعملها راحنا لفل اثنين نقدر نحن نروحين لفل ثلاثة بشوف شكل النهائي كيف راح يصور يصير نزين لفل أربعة أوكي صار تقريباً بعد أجمل وأجمل خننروح لفل خمسة بسم الله الرحمن الرحيم شنو هذا اللي بعده خننروح يا أخوان لفل خمسة ماذا لفل ستة توقع دخلنا المفروض لفل ستة وباقي الحين لفل الأخير بسم الله الرحمن الرحيم نفتح يا جماعة اللفل الأخير ورسمياً سلاحنا صار بالشكل الحقيقي الخاص فيه أو ماي جاد والله شكل شكل خيالي 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 جداً وبعد تقريباً أتوقع أن احنا فتحنا هذه أو ماي جاد خلاص خليت أن احنا نقدر نستعمل إن شاء الله في المستقبل لو حبينا أن احنا نلعب فيه باقي الحين الشي الثاني وطبعاً محتاج أقول لكم إخوان لو تلاحظون فلوسنا فوق راحت تقريباً كلها لأن تقريباً نفعنا مبلغ جداً 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 كبير فلهذا لازم عبي حيني شوي تفلوس زيادة بعد ما عبيت فلوسها الحين رسمياً خلونا نحاول نفتح الملابس هذه كلهم طبعاً راح يكون الموضوع عبارة عن حبة حبة شوي شوي طبعاً هذا موجود معاي أنا الشي الثاني خلنا نشوفه مع بعض يحتاج إلى تحميل نستقرب من السالف هذا لش يحتاج إلى تحميل على شكل غيتار ولا تخيل ولا شنو هذا والله كأننا غيتار بس من تكهرب ما أدري شنو هذا هو غيتار لكن القناع اللي بعده أيضاً يعني ممكن تثبت شوي خلنا نشوف القناع أوكي لا قناع جميل شوي بعدها جواهرة وآخر شي راح يكون الملابس نفسها كامل فيالله خلنا نلف خمس لفات بسم الله طلعنا أول شي يا جماعة وهو هذا الشي انزين قال لي مبرو أووووووووووووووووووووووووو وش هذا يا أخوان شنطة أوو ماي قاد يا جماعة انتم شايفين الشنطة اللي قاعدة شوفها قسم بالله أو اسطورية اوكي اذا نقدر نقول ان احنا طلعنا شنطة خلنا اللف خمس لفات اضافية نشوف مع بعض وش راح يطلع صناديك 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 تقريبا ما في ولا شي مهم بالنسبة لهم نروح لللي بعد نفس قبل شوي في احتفالي راح تكون رهيبة لو فتحناها لكن فتح نفس الشي دقيقة اه دقيقة اللفة هذه لها معنا ثواني فتحنا سكن حق السلاح اللفة هذه توقع معناتها ان احنا وصلنا لهذا الشي له شي الثاني هو هذا خلاص صار موجود معانا خلنا استعمله فرسميا نقدر نقول يا اخوان ان احنا حين فتحنا شيء من الاشياء اللي موجودة عندنا لكن ما زال عندنا ثلاث اشياء لازم نحاول نجيبهما الحين فلهذا يلا بسم الله الرحمن الرحيم خلنا نلف اللفة القناة لا ما نلف زر اللايك تبغى طحين زر اللايك تشترك معنا في القناة وتفعز تنبيهات ضروري يا صاحب عشان نكمل مع بعض في القناة ونستمتع ونتحمس وياكم يلا لايك واشتراك يلا انتظرك انا انا واحد جالس وانتظر ضغاط خلاص اروح يلا نكمل يلا خمس لفات بسم الله الرحمن الرحيم اتوقع ان احنا فتحنا سكن سلاح هل تحبون سكنات لسلحة يا جماعة كتولي تحت في الكومنتات يلا خمس 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 يا رب الاحتفالية اه كنا يا جماعة قريبين جدا من نحن نحصل الاحتفال رقيقة عطوني اياها ثواني ثواني لا على بالي تعطوني اياها طلع لا يلا خمس خمس وين شنو هاذا يا اخي وش الحظ التعبان لانا فيه الى حد الحين حظي سيء سويت سكب انزي خلنا انتظر شوي اه لا لا حظي تعبان كيف راح اقدر اجيبهم كامل وانا هذا حظي وقف 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 لاتس جو يا جماعة ابشركم نقدر نقول الحين ان احنا جبنا الثالثة فهي ثالثة وحدة يعني تقريبا نقدر نقول ان احنا فتحنا القناع خلنا نضغط ونشوف مع بعض القناع لاتس جو اذا القناع الحين عندي فراح البسه مرة وحدة لين تالي نشوف شو راح نسوي اللي بعدها راح تفتح لنا حجر يعني مواجد مهم بس يعني لو حبينا ان احنا نستفيد منه في المستقبل اكيد راح نستفيد منه باذن الله ملابس يعني توقعت شي افضل من هذا اللي بعد يا اخي حظي حظي تكفى تحسن يا حظي يا حظي تحسن شنو هذا وش الحظ التعبان لانا فيه يلا والمشكلة ان كل ما توصل ابعد وتقرب من الشي اللي انت تبيه يبتدي حظك ينزل يعني شوي شوي مع اللعبة يا رب يا رب يا رب يا الله بدأ الحظ يضيع شوي اه لا عاد لا عاد لا عاد لا عاد دقيقة تكفى يا عمي شنو هذا شكرا راح يخلصون فلوسي كامل واردعبي مرة ثانية قول غيرها اوكي حذاء صراحة حلو صراحة حلو بس ناكسنا ناكسنا القبعة بعد حقتها عشان نكمل يعني اللبس بشكل ممتاز ضارنا شنطتنا حاليا امتلت فيبيلنا ان احنا نحدد الاشياء اللي تقريبا يعني نحس انه مالها قيمة يا رب يا كريم يا رب يا كريم لس قوي يا جماعة عبشركم جبنا على طول جبنا ولا ما جبنا جبنا ولا ما جبنا جبنا دقيقة جبنا جبنا لس قوي اخوان جبنا اللي بعدها صار عندنا واحدة الحين راح يتم عندنا فقط لسكن نفسه نفتحها يعني اخر شي اخر ربطة لازم نجيبها نسميها ربطة ماذا ليش بس هي اخر واحدة لازم نجيبها لس قوي دقيقة ايه شنو هذا اوكي والله لبس مجنون اتوقعت لكن ما نحصل اخر شي محتاجينا بس ما عليه حصلنا لبس رهيب 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 بزيادة المهم خلنا نحاول احين نجيب الاخيرة كيف راح اقدر اجيب الاخيرة ما ادري لازم حظي يتحس القبعة صح قبعة صح لس قوي يا جماعة ابشركم جبنا الحذاء وجبنا القبعة اللي كنت اتمنى ان احنا نجيبهم ممتاز يلا اللي بعد اللي بعد اللي بعد يا رب يا كريم جبنا لبس مرة ثانية ما اتوقع يلا سكب اسوي سكب اسوي سكب اسوي سكب يلا فلوس تلاح تخلص مصرحة اسوي سكب يا ليل والله الحظ الحظ باعي يا جماعة ابشركم ان الحظ حاليا في حالة يرث لها قنبلة ايه ولا شنو لا هذا توقع اوه هذه مقلاة لكن شكلها خيال 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 يا رب يا كريم يا رب يا كريم يلا يا حظ يلا 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 مو معقول مو معقول طولنا مو مصدق مو مصدق اللي قاعد يصير قاعد يحاول من زمان يلا يلا يا حبيبي ألو والله قاعد يحاول صارني فترة طويلة يلا فلوسي راح تخلص والحد الحين ما قدرنا نحصل آخر واحد يلا يلا استاهل والله استاهل على اللي سويته على اللي دفعته على اللي يلا يا جماعة دفعت يعني المفروض ان الحين انا استاهل ان اتكاف اني احصل اسكن يعني اعطوني اياه اعطوني اياه تكفون يلا يا اخي يلا يا اخي لا لا باقي عني شوي ايو ايو دقيقة 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 لتس جو يا جماعة اخيرا 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 وصلنا على طول الاسكن وهذا الاسكن صار عدنا افتح يا حبيبي والبس او ماي جاد اخيرا يا جماعة والله يعني اخذ مني كثير رفعت يمكن ما يقل عن 150 دولار عشان اجيب الاشياء اللي جبتهم اليوم ما يقل اتوقع اشتركوا يا جماعة بالاشياء اللي جبناهم وممكن خلال الحلقة الجاية ان نحن نجرب الاشياء هذي في جيم طبيعي هلا زر اللايك اشتركوا معنا في القناة تابعوا المقاطع هذي سلام